طبعاً هو الإعلام فيه الإعلام طبعاً المضاد وهو الحرب النفسية وهم الفترة اللي فاتت كانوا عايزين يعملوا فرقة بين القوات المسالحة المصرية وبين الشعب ولذلك ركزوا في معظم الأول تلت أفلام بتوحمل السين كان أكتر فيلم كان على الجندي وخدمته في القوات المسالحة آه بالضبط للأسف الفيلم ده كان يعني مفابك طبعاً انت عارف ياخد كلمة صغيرة ويبني عليها موضوع كبير العسكر الصبح بيهي كنس الأرض طبعاً ما ده معسكره في كل حتة في العام أنا درسل تانجلترا كان الصبح الجندي الإنجليزي بينظف البراكس باعته ما فيهاش مشكلة فأنت ما ياخد دي ويكبرها يوم بيباين الجندي كذا فحقيقة الجندي طبعاً الفكرة ما كانتش كويسة وكان هدفها زي ما قلت لك الوقيع بين الجندي المصري والشعب المصري عشان يفقد السيخة في القوات المسالحة قادي قواتنا المسالحة انتوا طالعين فيها شوفوا بيعملوا ولادنا ازاي إنما نحن الوقت حالياً المعاملة بتاعة الجندي في القوات المسالحة تتفوق الوصف عن الفترة اللي كانت فيها قبل كده وكل المعلومات دي كانت مفابركة وطبعاً هم مرسكوا الولاد اللي هم عملوا هذا الكلام وطبعاً متصور في الصحراء بيش وهنا ما كانش فيه المعسكرات دي ولا حاجة اشتركوا في القوات المترجمات